هتقول ايه بار الكابتن مرزوق احنا في المنتخب لو فيه اي مشكلة لو هو يقدر يحلها بيحلها لو انا اقدر يحلها بيحلها لازم نتكلم كل يوم يعني فيه تفاهم يعني على كل حال اه فيه اي مشكلة منتكلم فيها النهاردة زي ملتلك حاضرتك كان فيه دروب في اللعيبة راحنا دلوقتي بنبدأ من الصفر من ده بنبدأ من تحت الناشئين والشباب بنوسع القادة هو بيساعدني في ده وانا بيساعده في ده بين الحاجات اللي انا عايزها على قد ما يدور بحق اهالي يعني النهاردة كان فيه مشكلة عايزين نعمل بطول الجمهورية فبيقولي شوف اللي انت عايزه عمله انا شاف المصلحة كذا ساعد لا اللعيب ده ينفع لا اللعيب ده ما ينفعش بيسمع الكلام ما بيقولش لا هو عارف يعني فيه تفاهم بيننا وده شيء بالنسبة لي شيء كويس قوي يعني طبعا طب لو قلتلك احنا احيانا فيه في دول كتيرة جدا تبقى متخصصة فيه مثلا العاب القوى زي المغرب وزي اسيوبيا وزي كينيا والدول دي احنا في مصر ممكن نبقى فيه محافظات انت بشايف محافظة من محافظات انه ممكن يطلع لعيب زي كابتن محمد رشوان ويحقق انجازات زي انت هكتها من محافظات القرى هل بتلف والمحافظات تجيبه لعيبه ولا بتعمله اختباره لأ احنا بنعم بطولات ومختار من البطولات دي لعيبه المنتخب عشان تلف يعني مش هينفع تجيب لعيب مثلا ما بيلعبش خالص وتاخده الحاجة الوحيدة لو بتلاحظ في ولد في البطولات شايف امكانياته الجسمانية او امكانياته هو ممكن ما تكونش ياخد اول ممكن ياخد خامس مثلا او شايف الفنيات عاله عالية باخده معي او ادخله منتخب يعني بالمثل مثلا كان فيه ولد بالبطولة العربية اللي فاتت دي اللي كانت في العالمين نعم كان بيلعب باسم فريق نادي كويتي وهو مصري اه فلقينا ممكنياته جا جسم وكحركات وجا جرأة فاخدنا المنتخب عندنا طبعا هو الفطر اللي عاده في مصر اخي راح المنتخب وعاش مع اللعيبة واتمرن معه لكن هو راح راح سفر الكويت وحتمرن لكن احنا قلنا له هنحاول نجيبه هنا تاني البطولات المجمعة يجي اتمرن معنا او معسكر مجمع او قبل البطولات اللي هي من زي فريقيا زي بطولات عربية دولية مش اندية انه بيلعب اسم نادف الكويت يعني الكويت القادسية تقريبا قادسية اه فبالنسبة لنا ده يلعب دولي باسم مصر يبقى شيء كويس يعني انت شايف ممكن نشوف محمد رشوان بعد فترة قدي ايه كده ان بيحقق لنا كل اللي انت بتحلم بيه حققه باسمك بص انا يعني اتمنى طبعا يبقى فيه رشوان واحد واثنين وثلاثة وعشرة اتمنى ان يبقى عندنا الكلام ده بس هو زي بمتقولك الشباب هم اللي دلوات المستعبل فاحنا ان شاء الله يعني في خلال ثلاثة أربع سنين نقدر نعمل واحد تاني زي رشوان ممكن احسن رشوان الجودو محتاجة امكانيات كبيرة اه طبعا النهاردة بدل الجودو بيسارها غالي اوي كم تقريبا تلتمائة ربعمائة دولار اه طبعا بدل وانت مش محتاج بدل انت بحتاج بدلتين عشان تلعب بيهم محتاج بدلتين واحدة تفتر بيها واحدة تخرج بيها عشان تبرم بيهم التدريب محتاج انت بتبرم مرتين في اليوم فبتحتاج وبدل قطر المسك بيها بقى وبتاعهم الكلام ده بالزبط يا كيرا وبعدين بدلت دي بدلت غسل انت محتاجي امكانيات كبيرة يعني طب انت طالما جبت سيرة الكويت بقى فانا عندنا الاستاذ فهد الفرحان المدير الفني المنتخب الكويت السابق او مدير الاتحاد الكويتي للجودو السابق بعتلك رسالة برضو عاوز هيقولك فيها ايه وانت ترد عليه